حسنا سوف نبدأ بدرس جديد سوف أفك الكمبيوتر حسنا الدرس الجديد سيكون عبارة عن الأداة التي نزلناها قبل قليلا التي كانت Gparted نفتحها نضع لها password سوف أعلمكم كيف ممكن نقسم ال password بشكل جديد حسنا في البداية طبعا الLinux ليس مثل الWindows الWindows يقسم الهارد داتا يقسم الهارد داتا يقسم الهارد داتا في Linux سوف يكون التقسيم بالشكل الهارد الأول سوف يكون عبارة عن داخل مجلد SDA سوف يقسم الهارد SDP سوف يقسم الهارد سوف يكون أي هارد داتا معنا إذا هناك معي فلاش داتا سوف يقسم الSDC وعلى هذا المنوى طبعا أول حاجة معنا هي نصح��ها نصح بحاجة نصح نصح فهنا device information طبعا هو عبارة عن 5 جيجا الباث حقه devsdb وهذا Cylinders والهد ومعلومات عنه بشكل كامل طبعا رح نتعرف على حاجة هنا اللي هي file system support طبعا ممكن نشوف هذي الأنواع كاملة ext2 و ext3 طبعا هذه عبارة عن ملف file system قديم ext4 اللي الان استخدمه حاليا طبعا في معانا fat60 و fat32 طبعا fat32 هذا أشهر شيء في كل هردات وكل حاجة طبعا في معانا ntfs طبعا مدعوم اذا انا عايز اقسم هذا الهرد ايش اللي اروح اصلحه اول حاجة اروح اصلح له create partation table اوكي يقول لي على ايش من طريقة راح اقسمها على msdose وهذا المتعارف عليه اوكي تكريتت معانا اوكي بعد كذا اروح اعمله new كم الهرد هذا كم اخليه طبعا في معانا هذا طبعا هو خمسة جيجا ممكن اخليه انا عايز ثلاثة جيجا فرضا ثلاثة جيجا و هذا عبارة عن يكون فرضا ملفاتي الشخصية و نظامة الفايل سيستم يكون اوكي و هنا الاثنين الباقية عبارة عن ملفات التدريس الفيديوهات واعمله كمان يكون من نوعية ممكن نخلي انتي اف اس اوكي بعد كذا راح اعمل علامة الصح هذه وابلاي ياخذ معي شوية وقت الآن انتهى الآن لو اجي اشوف هنا تلاقوا طلعوا معي هاردين الهارد الاول ثلاثة قايقة وشوية والهارد الثاني هذا هو ممكن اكريت في ملفات اصلح كل شي بشكل طبيعي شكرا